بالعلم سترقى أمتنا ونجوب الدنيا داعينا إرحب الفكر تسامينا وسمت في الأفق مساعينا بالعلم سترقى أمتنا ونجوب الدنيا داعينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب لبس عليكم بخير كانت من شاء الله تكونوا مزيان تقول الأمر كلها على خير وبخير مرحبا بكم في هذا الفيديو المهم جدا اللي غا نتحدث فيه على واحد مسألة مهم موصول لها لكثير من عشرات ديال الأسئلة جاءت في هاد المسألة هدي واللي هي كتخص لامتيحان المحلي لاحظوا معايات السؤال هدا من بين كما ذكرت عشرات الأسئلة استدعى فقل لينا شنه هما الدروس اللي غايكونون عندنا في الامتيحان المحلي يعني شنية الدروس اللي عاي تكون في الامتيحان المحلي بالنسبة لكل مادة لكن هاد السؤال هدا جاء بالنسبة لمادات الاجتماعيات وهاكما ذكرت من بين واحد مجموعة لأسئلة اللي جاءت في مختلف المواد يعني في كل مادة شنية المواد اللي غا نجتازو شنية الدروس اللي غا نجتازو فيها في الامتيحان المحلي هاد الشي هو اللي غا نقشو لآن ان شاء الله اذا نبدو مثلا مادة الاجتماعيات شنه هما الدروس اللي غا ندوزو في مادة الاجتماعيات واش تلاميذ ديال المغرب كامل غي يجتازو مثلا ستاديال الدروس في مكوين التربية على المواطنة في مادة الاجتماعيات أو أن كل مؤسسة مثلاً واحدة مؤسسة معينة اللي فيها خمس ديل الأستيدات الاجتماعيات مثلاً الأستاذ الأول ديلة مدادة الاجتماعيات قرène ثلاث ديلة الدرص أستاذ الثاني قر 이번에 قررة خمسة ديلة الدرص الآن كانت تحاتيه على مكون التربية على المواطنة أستاذ الثالث مثلاً ربعة أستاذ الخامس مثلاً قر turbine ثلاث ديلة الدرص إذن هاد الأساتذة كيفاش غي يجتازه لتلامد هاد المتحان المحلي في هاد المؤسسة إذن فهنا في هاد الحالة غي يتعقد المجلس ديال الأقصام شي ديال القسم الواحد مجلس ديال الأقصام وغي يطلقه الأساتذة ديال الاجتماعيات وغي يشوفه كل أستاذ فين وصل وغي ياخده أدنى عدد ديال الدروس يعني عمشيه مع الأستاذ اللي قره فقط 3 ديال الدروس هو الأستاذ الواحد اللي قره قل من 4 ديال الدروس في المؤسسة واضح وبالتالي التلاميذ ديال المؤسسة كاملين غي يجتازه للمتحان المحلي في 3 ديال الدروس مثلا في مكون التربيع المواطنة كذلك هاد شيف مكون الاجتماعيات بصفة عامة يعني في التربيع المواطنة في الجغرافية وكذلك في التاريخ كذلك في مادة الفيزياء إذا مشينا الواحد مؤسسة وعندهم 4 ديال الأساتذة ديال الفيزياء مثلا فغنشوفو كل الأستاذ غي تجمعوه الأساتذة ديال الفيزياء وغي شوفو العدد ديال الدروس اللي وصل ليه كل الأستاذ ثم غي شوفو العدد الأدنى لديال الدروس اللي قام به أحد الأساسذة ديال كينين ثم هو اللي غي يجتازو فيه تلامت عموما في ديال المؤسسة واضح لأن المتحان المحلي كيكون كل مؤسسة وعند من المتحان المحلي الخاص بها إذا كنتمنى تكون هذة المسألة واضحة لأنه ما كينش متيحان محلي عام يعني المغرب كامل عدوز متيحان محلي أو الجيهة كاملة واضح أو المؤسسة كاملة إذا فالمتيحان المحلي يكون خاص بالمؤسسة والأساتي ذاهم والتي يتفقوا عليه يتفقوا عليه عدد ديالد درس بناء على كل الأستاذ وشحي القرى إذا كنتمنى تكون هذة المسألة واضحة المسألة الثانية وهي بخصوص تلاميذ الأحرار الأحرار لحد الآن ما كان الشواثقة رسمية كتقول لهم لعدد دل الدروس لان هذا الشيء اللي تحدثنا عليه كي يخص التلميذ الرسميين يعني اللي تقراوه اما الاحرار لحد الان ما كانش مش مسألة ولا شواثقة كتأكد انهم معين قصولهم الدروس وبالتالي فان الدروس خص التلميذ بالنسبة الاحرار يكون جميع الدروس وجدها ودرسها وفهمها باش يوجد راسهم المتيحة المحلة واضحة شباب واحد المسألة اخرى كذلك بالنسبة لتلميذ لمازال عندهم المتيحة المحلة حتى الاخر اسبوع في شهر زوج فهذا التلميذ مازال غيقروا الدروس وفي النهاية رأى المؤسسة والأستاذ دينا ما غيخبرهم بالعدد دل الدروس اللي غيجتازوا في المتيحة المحلة وهنا واحد من انشار واحد المسألة هنا اكيد ان كل أستاذ خصو يعلم تلامت بالعدد دل الدروس اللي غيجتازوا في المتيحة المحلة فما فيها بس يلا واحد الأستاذ نساه وما خبركمش مشيوا عنده وبآداب تذكروه قلوا أستاذ ما هي العدد لك المثال للمتيحة المحلة في الأسبوع المقبل مشون عندهم نسألوه أستاذ عافق ما هي المتيحة المواد عفوا الدروس اللي غيجتازوا في هاد المادة ديالك اللي كتقرينا واضح وديك السعارة يخبركم بالعدد دل الدروس إذن إذا كان سؤال آخر ان شاء الله خلوه في التعليقات وان شاء الله نجاوبكم والسلام عليكم ونحمد الله وبركاته